أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسمك اللهم وبحمدك وصل اللهم على سيدنا محمد النبيك وآله الطاهرين اللهم صلى الله عليه وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا اليوم في أول كتاب الزكاة والزكاة من أركان الإسلام ومن الأحكام الضرورية التي نطق بها الكتاب العزيز وتواطرت بها النصوص الشريفة وهي من ضروريات الإسلام فمن أنكرها ملتفتا إلى إنكارها ولم يكن يعذر في مثل هذا فقد خرج عن الإسلام وللزكاة فوائد كثيرة منها في ذات الزكاة ومنها في المزكي وقد نطق القرآن الكريم بهما معا فإن الإنسان بحاجة لطهارة في نفسه ولطهارة في بدنه والزكاة تكفلت بهما معا فإن المزكي قابل للتطهير بالزكاة نفسيا حيث قد أفلح من تزكى بناء على تفسيرها بدفع الزكاة وأيضا فإنها زكاة لذاته البدنية يعني لشخصه وبدنه فإنها الواردة في فوائد زكاة الفطرة فإنها المسمات بزكاة الأبدان وإنها مصحة من الموسم إلى الموسم فالزكاة تعود بريعها على الإنسان بقسميه الروحي والنفسي ثم تعود الزكاة بالفائدة أيضا على المال نفسه فإن الزكاة نمو وإن الزكاة نمأ وإن الزكاة كثرة وإن الزكاة طيب وهذه المعاني تكفلت ببيانها لغة العرب واستعمال القرآن الكريم واستعمال الشريعة الغراء لهذا المصطلح الشريف لا بد من غير قيد يعود إلى تلك المعاني الموضوعة في لغة العرب بأجمعها فإذن والزكاة للمال نمأ والزكاة في المال طهارة والزكاة للمال زيادة والزكاة بمعنى النمو استعمالاتها كثيرة فقد وردت في زكاة العلم وقد وردت في زكاة العقل وقد وردت في زكاة المال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم تطهرهم تنمي أموالهم وعلى التفسير الآخر تطهر ذواتهم تطهر أشخاصهم ثم الزكاة من فوائدها قرينة الصلاة من فوائدها أنها قرينة الصلاة وقد ورد في القرآن الكريم الترابط بينهما جدا جدا حتى قلت الآيات الآمرة بالزكاة من دون أمر بالصلاة واقترنت الزكاة بالصلاة إلا نادرا إلا نادرا وقد ورد في بعض المرويات بأن دفع الزكاة رهن قبول الصلاة إذن قبول الصلاة مرهونة بدفع الزكاة والزكاة أيها الكرام هي المعروف عنها الضريبة الإسلامية المالية المطلقة العامة وبهذا المعنى الضريبي بهذا المعنى المالي تشمل تشمل كل أنحاء دفع المال وجوبا واستحبابا فوجوبا تشمل الزكاة في الغلات والأموال وتشمل الزكاة في البدن وكلاهما زكاة مصطلحة وتعبر يعبر عنها بالزكاة المفروضة في مقابل الزكاة المستحبة المعبر عنها بالصدقات فلفظة الصدقة ولفظة الزكاة يرحمكم الله فلفظة الصدقة ولفظة الزكاة في التعبير الإسلامي شبه واحدة ومن أراد فليتتبع إلا نادرا فقد عبر عن الصدقة بالمعنى المستحب بالمعنى المستحب دفعه وإلا فالصدقة حتى في آيات الله عز وجل في القرآن الكريم يراد بها الزكاة المفروضة يراد بها الزكاة إذن لفظة الصدقات ولفظة الزكاة تشمل كل ضريبة مالية بواجبها ومستحبها بواجبها ومستحبها وإذا انفصلا دلتا على معنيين وإن وجد مصطلح واحد يشملهما يشملهما قد يقال الزكاة والصدقة فعندئذ تكون يكون المراد من الثانية الصدقة المستحبة بلا ريب وإلا فلفظة الصدقة تشملهم تشمل ضيبة المالية مطلقا تعبير الله عز وجل أو تعبير القرآن الكريم وتعبير الشريعة عن الزكاة بأنها صدقة لطيف جدا جدا وهو امتحان الإنسان بدينه وتصديق المرء لنواياه فإن دعوى الإيمان سهلة وإن الامتثال والتطبيق مر ويكثر من الناس ادعاء الإيمان حتى إذا ما وصل الأمر إلى المال اختبر الله عز وجل بها عبادة بل وقد يبذل الإنسان نفسه ودمه ولا يجود بماله حتى جعل الله عز وجل اختبار البذل بالمال كاختبار البذل بالنفس وقد جعلهم الله عز وجل محط الامتحان واستفزهم طارة ووصفهم طارة واستنهضهم طارة للجهاد بأموالهم وأنفسهم فقد نجد من الشجعان من يبذلون في الميدان دما ولا يبذلون مالا في الشدة والرخاء وقد ذكر الله عز وجل امتحان الناس بالصدقة بعدة أمور ليس أقلها ولا أدناها أمر الله عز وجل بدفع صدقة عند إرادة نجوى الرسول صلى الله عليه وآله فسقط الكل بحسب الروايات بين الفريقين إلا أبو الحسن عليه الصلاة والسلام إلا أمير المؤمنين علي صلى الله عليه إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إذا ناجيتم النبي إذا أردتم مناجاته ومحاكاته بطريقة سرية استحواذا للشخصانية بينكم وبينه في سؤال يستدعي مناجات نجوى من دون إعلاء صوت سر يعني والرسول صلى الله عليه وآله كالوقف لكل الناس أو كالشمس تشع على الجميع فامتحن الله عز وجل قلوبهم بدفع الصدقة فسقط الكل إلا أبو الحسن عليه الصلاة والسلام إلا أبو الحسن عليه الصلاة والسلام ظني أن التعبير بمدفوع المال بكلمة الصدقة تدليلا على صدقه يعني على سهولة ادعاء الإيمان فكل من ادعى إيمانا اختبر بدفع المال فعند إذن يسقط الأكثرون فسميت الزكاة صدقة والصلاة والعبادة الكبرى صلة فإن أردت وصولا إلى الله تعالى فكن صادقا في دفع مالك فكن صادقا ولذا عبر عنها بالصدقة وفعلا على المحك وعلى الاختبار في دفع المال المستحب وفي دفع المال الواجب انتهى وإذا تبين لك أن الصدقة هي عبارة عن الضريبة المالية مطلقا فقد أشرنا فيما مضى إلى وجود عبادة مالية أخرى هي قصيم الزكاة وليست قسما منها كما هو المأنوس في الأذهان وهي ضريبة الخمس فهل الخمس من الزكاة أو الخمس قصيما أو الخمس قصيم لها بحسب إمكانية إرجاع الأبحاث كعنوان فإن الخمس مستقل فإن الخمس بعنوانه مستقل ليظهر أنه ضريبة مالية مستقلة لها أحكامها وخصائصها أما بالفحوة العامة لتشريع الإسلام في الماليات فإن الخمس زكاة لأن الخمس صدقة لأن الزكاة والصدقة هي المفروض المالي وتكون كلمة الخمس في عنوانها حاكية أنها فرد من أفراد الزكاة العام ليش في عنوانها؟ لأن عنوانها هو عبارة عن رقم حسابي عبارة عن قيمة مدفوعة هي عبارة عن العشرين بالمئة ومش مأنوس مش مأنوس أن يعبر عن العبادة بشرطها أو عن العبادة بكيفها أو عن العبادة بكمها مش مأنوس أن يعبر عن الصلاة بالرباعية والثنائية إنما يعبر عن العبادة بالصلاة ولا يعبر عن العبادة بالاثنتين أو بالأربع عملا بأنه لدينا من الصلاة ما هو ثنائي وما هو رباعي ومش مأنوس أن يعبر عن الزكاة عن الخمس بأنه عبارة مستقلة فإن الله عز وجل أوجب خمسا أوجب خمسا علامة قال على المال قال وما المقدار المدفوع فيه؟ قال خمس فالتعبير بالخمس على أنه عنوان العبادة بعيد فيكون الخمس رقما وضريبة مدفوعة من الزكاة وعليه يقل الانتقاص من القصار أو من المتطاولين على فقه التشيع في جعل الخمس عبادة مستقلة أو عنوانا مستقلا فإنما هذا تبعا للكتاب العزيز فإن القرآن الكريم قد ذكر الخمسة مستقلا لكنه لا ليراد به عبادة مستقلة إنما هو عنوان مستقل وتعبيرنا الفقه بنسبة العشرين بالمئة عن الخمس هو اقتباس من الكتاب العزيز فإن الله عز وجل قد أمر بها بلفظها وعنوانها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة فعبرنا عنها بالخمس وإلا كما كنت ذكرت بشكل مختصر فإن كل عنوان تشريعي قرآني يحتاج إلى إجابات متفرعة متعددة من السنة الشريفة كل عبادة قرآنية أقول كل جل بالإمكان دعوة كل عبادة قرآنية هي محتاجة في بيانها بعنوانها وأركانها وتفاصيلها إلى السنة الشريفة فما نحن فيه من كتاب الزكاة الشريفة فإنه عنوان قرآني قد ضرب الله عز وجل فيه أحكاماً بعدة آيات لكن في كل الآيات لا استغناء عن السنة الشريفة كشأن العبادات الأخرى أو كشأن العناوين القرآنية الأخرى فإذا ما فرض الله عز وجل الزكاة فإنما يقال فيما تجب الزكاة فسيأتيك الجواب فإن الزكاة تجب على الأبدان كما تجب في الأموال ووجوبها في الأموال على اعتبار الزكاة في الأنعام والزكاة في الغلات والزكاة في النقدين والزكاة في النقدين والزكاة في العقار على تفصيل على تفصيل كالأرض التي تشترى بين الذميين والمسلمين يأتي تفاصيلها والزكاة في النقدين والزكاة في النقدين أقول وعلى قول والزكاة في رأس مال التجارة والزكاة في رأس مال التجارة فهو واجب على قول ومستحب عند الباقين يعني من أعد رأس مال للتجار به زكاه وجب دفع زكاته وهي أدنى سهم وأدنى قدر مدفوع اثنين ونص بالمئة يعني ربع العشر أقول إذن فيما تجب الزكاة قلنا كم تجب الزكاة كم اختلفت الأنصبة فاختلف المقدار ومن الزكوات المدفوع قدر شرعي منها أو فيها هو أرباح المكاسب أرباح المكاسب فإن أرباح المكاسب والمتاجر يجب فيها عشرون بالمئة بعد مرور حول ككل الزكوات الأخرى يجب دفع عشرين بالمئة منها تقول يعني يجب دفع الخمس أقول ما تشاء إذن عرفنا الآن أن الزكاة أن الخمسة هو عبارة عن المقدار الشرعي الذي ينبغي دفعه في ماذا؟ في زكاة مال في زكاة مال ليس من الأنعام وليس من الغلات وليس وإنما هو في أرباح المكاسب تقول والخمس القرآني وارد بعنوان الغنائم أوليس خاصا بالحروب فإن من غنم من عدوه في ميدان حربه بحرب شرعية مالا وجب عليه أن يخمسه وجب عليه أن يخمسه ثم يسأل أن يخمسوا المال فور الاستلام أو يخمسوا المال بعد مرور حول الآية الشريفة ليست في مقام البيان من كل الجهات أو من هذه الجهات إنما هي في معرض تشريع وجوب الخمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن فأن لله خمسه فلقاء للأن يقول كما صنع كثيرون من إخواننا أبناء المذاهب الأخرى بأن الخمسة واجب في غنائم الحروب أقول وقد أعان على فهمنا من الآية الشريفة اللغويون من السنة والشيعة والمفسرون وعدة من المفسرين السنة وبعض الروايات أيضا ومن شاءها فليرجع إليها وقد ذكر المفسرون الكبار من إخواننا أبناء المذاهب الأخرى أن مادة غنم وغنم الواردة في الآية الشريفة هي بمعنى اللغة أفاد أفاد كل ما استفاده إنسان وكل فائدة دخلت عليه فتسمى غنما فتسمى غنما غنم ولذا ليست الفائدة هذه في مقابل النقص والخسارة إنما هي فائدة من دون بذل ولذا تعبر عنها بالمغانم وقد صحف مثلا في المثال العربي عن المغنم بالشيء الكثير أو في الحكمة الشرعية اغتنم أمورا قبل أمور فاغتنم شبابك قبل هرمك واغتنم فراغك قبل شغلك فما الحال والحرب في هذا فاستعمالها لا يحتاج إلى قرينة إنما هو استعمال فيما وضعت له الكلمة ولو كانت في خصوص الحروب لكانت مجازا ومن تتبع وجدها كثيرة فيبعد أن يكون كله معتمدا على قرينة وأعادك الله سالما غانما حتى لو لم تكن في حرب وهذا غنم ومن كان له الغنم فعليه الغرم يعني من استفاد هو الذي يدفع وهو الذي يبذل بهذا نبتدئ بعون الله تعالى بسم الله قال قدص الله سرة كتاب الزكاة وفيه قسمان الأول في زكاة المال وطبعا الثاني في زكاة الأبدان فالأول في زكاة المال والنظر في من تجب عليه من هو المكلف بالزكاة وهل الزكاة بالمال أو الزكاة فريضة على المكلفين باعتبار إنه لو غنم وهو صغير أو اكتسب وهو صغير أو استجمع استجمع لديه مال وهو غير مكلف بالشرط العام هل يدفع وليه زكاة ماله هل يجب على الولي أن يأخذ من مال الصبي زكاة إذن إذن والنظر في من تجب عليه فلو تعلقت الزكاة فرضا بالمال نفسه فإنه يجب على المكلف وعلى وليه قال وما تجب فيه يعني ما هي الأعيان الزكوية في زكاة المال ليتبين لك الأنعام ليتبين لك الأنعام والغلاء والغلات وما ذكرنا وما تجب فيه ومن تصرف إليه مصارف الزكاة لأي شيء بسط الزكاة في الأصناف الثمانية وجوبا إذن كيف تصرف الزكاة ومن تصرف إليه فالنظر الأول في من تجب عليه أنك العبارة هيك صح في من تجب عليه فتجب الزكاة على البالغ الحر العاقل ما عندي العبارة أكيد أكيد طبعا شروط التكليف العامة هي البالغ العاقل الحر فلا تجب الزكاة على العبيد حتى لو قلت بملكهم وأنهم يملكون المالك فلا تجب على نماءات بالإجارة ولا تجب على زيادات بالضمان إنما تجب على تلك النماءات بشرائتها إذا كانت ملكا إذن الحر المالك ولا تجب على سواه كالمستعير والمأذون و المتمكن من التصرف في مقابل الممنوع منه شرعا أو عرفا فبالتالي يجب أن يكون متمكنا من التصرف قال على تفصيل في كل هذه الشروط فهل يجب تجب الزكاة على البالغ ولا تجب على من سواه وهل تجب على المكلف العام ولا تجب على غيره كالمجنون مثلا كالمجنون مثلا فليقل عندئذ لا تجب عليه لعدم توجه التكليف إليه لكنها تجب على وليه تجب على وليه يعني يجب على وليه أن يدفع زكاة ما للصبي وما للمجنون ولذا قال على تفصيل فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا وفي سواها تفاصيل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله صلى الله وصلى الله وصلى الله وكبر شكرا